ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله وصرقة هاتفه النقال بمنطقة خلاء تابعة لجماعة سيديح يزعير المشتكي أوضح أمام رجال الضرك الملك بالجماعة المذكورة أنه يجهل سبب الاعتداء عليه نافيا معرفته لهم وبعد تعمق البحث والتحريات تم القبض على المتهمين من بينهم امرأة متزوجة حيث تبين بعد الاستماع إليهم أن الموقوف عمدت مؤخرا على تسخير عصابة من اثنين للانتقام منه جراء تهديده لها بنشر صورها الفاضحة لكونها كانت على علاقة حميمية بالضحية وبعد الاستماع للمعنية بالأمر أفادت أنها أوهمت عاشقها السابقة برغبتها بالصلحة لتوقعها في الفخ وتنتقم منه بعيدا عن أعين الناس حيث قامت بتأجير اثنين أحدهما من دوي الصوابق القضائية لإنجاز المهمة لتفك بذلك المصالح الدركية لغز هذه القضية الغريبة ويتم وضع المتورطين تحت تدبير الحراسة النظرية طبقا لتعليمات النيابة العامة التي أمرت بإجراء خبرة تقنية على الهاتف للتأكد من طبيعة العلاقة التي كانت تجمع المتزوجة بالضحية صاحب الشكاية نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي